مرحبا عليكم خامس اليوم حنبدأ في درجة جديد بعنوان العناصر الكيميائية هل تطلعوا علي يا خامس كل إشي موجود حولنا يعتبر مادة المقعد اللي إحنا قاعدين عنه يعتبر مادة القلم اللي أنا بكتب فيه يعتبر مادة الورقات يعتبر مادة فخلينا مع بعض نعرف المادة المادة هي كل شيء يشغل حيزاً وله كتلة إذن كل إشي بيشغل حيز وله كتلة يعتبر مادة الموبايل يعتبر مادة الكتاب يعتبر مادة لأنه مش أخذ حيز إلا كتلة فبالتالي يعتبر مادة إذن هو كل شيء يشغل حيز وله كتلة يعتبر مادة طب من ماذا تتكون المادة؟ تتكون من ذرات إذن تتكون المادة من ذرات والذرات بيكون حجمها صغير جداً ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة خلينا مع بعض نعرف الذرة هي خامس هي الوحدة الأساسية لمين؟ للمادة إذن الذرة هي الوحدة الأساسية للمادة ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة طبعا كل المواد الموجودة حولنا تمام بيكون في إلها كتلة وتشغل حيس طب من ماذا تتكون هذه المواد تتكون من ذرات طب نيجي هلأ على العنصر العنصر يا خامس هو مادة نقية مادة نقية لا يمكننا تفكيكها إلى مواد أبسط منها عرف العنصر كما مرة هي مادة نقية هي مادة نقية لا يمكننا تفكيكها إلى مواد أبسط منها طبعا من إيش بتتكون العناصر تتكون العناصر من ارتباط نوع واحد من الذرات يعني مثلا عندي عنصر النحاس هلأ عنصر النحاس من إيش بيتكون يتكون من نوع واحد من ذرات وهي ذرات النحاس مثلا ما أحكي عنصر الفضة من إيش بيتكون عنصر الفضة يتكون من ارتباط نوع واحد من الذرات وهي ذرات الفضة طبعاً لما نجي نحكي مثلاً عن عنصر النحاس مثلاً عنصر النحاس لحاله بتكون بتشابه في خصائصه بتشابه في خصائصه لما نحكي مثلاً عن عنصر الفضة برضو هيكون بتشابه في خصائصه أما لما أقارن عنصر النحاس وعنصر الفضة رح يختلفوا مع بعضهم البعض ليش؟ أنه ذرات الفضة تختلف عن ذرات النحاس تمام؟ طيب وحكينا أنظر أنه العناصر تختلف عن بعضها البعض من حيث اللون من حيث أيضاً الشكل ومن حيث الرائحة إذن تختلف العناصر عن بعضها البعض من حيث اللون والشكل والرائحة طيب هل العناصر غالبيتها بتكون موجودة في أي حالة تكون موجودة في الحالة الصلبة إذن غالبية العناصر تكون موجودة في أي حالة في الحالة الصلبة أعطني أمثل عن عناصر موجودة في الحالة الصلبة هي عبارة عن نحاس حديد مغنيسيوميود وبعض العناصر بتكون موجودة في الحالة الغازية مثل الأكسجين الهايدروجين وبعض المواد بتكون موجودة في الحالة السائلة مثل الزئبق والبرام إذن حكاً العناصر تختلف عن بعض والبعض من حيث النون والشكل والرائحة وبعضها بيكون موجودة في الحالة غازية بعضها في الحالة السائلة وبعضها في الحالة الصلبة ولكن الغالبية بتكون موجودة في الحالة الصلبة طبعاً إيش الوحدة الأساسية للمادة؟ ما هي الوحدة الأساسية للمادة؟ هي الذرة طيب يا أسخامس خلينا مع بعض نحكي عن العناصر وأعدادها عدد العناصر اللي تم اكتشافها من خلال العلماء بزيد على 100-118 عنصر إذن عدد العناصر اللي اكتشفها العلماء بزيد على 118 عنصر طبعاً العلماء إيش هملوا بهذا؟ رتبوهم في جدول سموا جدول دوري إذن رتبوا هاي العناصر في جدول يسمى الجدول الدوري طب ليش العلماء رتبوها في جدول دوري؟ لتسهيل دراستها لتسهيل دراستها وأعطوا لكل عنص الرمز أعطوا لكل عنص الرمز برجع حيث عدد العناصر اللي تم اكتشافها بزيد على 118 رنصر فعشان هيك العلماء إجو شو عملوا رتبوهم في جدول دوري رتبوهم في جدول دوري وأعطوا لكل عنصر رمز وذلك لتسهيل دراستها إذن ليش رتبوها في جدول دوري لتسهيل دراستها طب ليش أعطوا هذه العناصر رموز أيضا لتسهيل دراستها طبعا إيش رمز العناصر رمز العناصر بدل مثلا ما أحكي عن الكربون أدل أحكي عنه كربون بالعربي أكتب ست حروف شو حكوا العلماء خلينا نجيب اسمه باللغة الإنجليزية شو اسمه باللغة الإنجليزية كربون وناخد أول حرف من اسمه باللغة الإنجليزية اللي هو عبارة عن السي فبصير رمز مين الكربون فالسي هو عبارة عن أول حرف باسمه باللغة الإنجليزية وعبارة عن رمز الكربون تعالوني مثلا على الكاليسيوم شو اسمه باللغة الإنجليزية كاليسيوم بس ايش اخذنا اخذنا اول حرفين لان اول حرف سي لو اخذنا سي بصير اخر بطبيل الكاليسيوم والكربون فعشان هيك باخذ اول حرفين سي اي هو رمز الكاليسيوم عشان اميزه عن كربون سي اذا كتابة رموز العناصر بروح بجيب اسمه باللغة الانجليزية وباخذ اول حرف طب متى باخذ اول حرفين باخذ اول حرفين لما يكون في ايش تشابه بالحرف الاول زي الكربون مع الكاليسيوم الكربون أخذت أول حرف C بس الكاليسيوم ما بقدر أخذ أول حرف بأخذ حرف الأول مع الحرف الثاني تمام يا خامس طبعا مش مطالب مننا نحفظ اسم العنصر بالإنجليزي مطالب مننا حفظ العنصر بقى رمزه الكربون رمزه C كاليسيوم رمزه C A الهايدروجين رمزه H أكسجين رمزه O نيتروجين N صوديوم رمزه N A وتاسيوم K وحديد F E خامس خلينا نفتح مع بعض على صفحة 76 طبعا هنا بدنا نحفظ بدي تحفظوا لي العنصر مع رمزه ما بدي تحفظوا لي خصائصه ما بدي تحفظوا لي خصائصه بدي بس حفظ اسم العنصر مع رمزه الهايدروجين رمزه H الصوديوم رمزه N A طبعا طلعوا الحرف بيكون مكتوب بحرف كبير كابيتل لتر أما لما يكون عندي مثلا زي الصوديوم N A بكتب الحرف الأول كابيتل لتر والحرف الثاني سمول لتر الألمنيوم A L البروم B R اليود I الزئبق H G السيليكون S I الكبريت S الهيليوم H E والكربون C بس بدي تحفظوا لي اسم العنصر مع رمزه طيب يا خامس خلينا نحل مع بعض مراجعة الدرس يلا السؤال الأول بما تختلف العناصر عن بعضها حكي أنها بتختلف من حيث اللون والشكل والرائح السؤال الثاني المفهيمة المصطلعات أضع المفهوم المناسب في الفرع مادة نقية تتكون من نوع واحد من الذرات هي العنصر إذن العنصر الفراغ الثاني أصغر جزء من المادة ولا يمكن رؤيته بالعين المجرد هي الذرة الذرة اكتب رموز العناصر الآتي الألمنيوم A L كربون C والكاليسيوم C A لازم ندقي خامس أنه دائما الحرف أو الرمز لازم يكون بكابيتل لتر لما يكون لحاله أما لما يكونوا حرفين الأول كابيتل لتر والثاني سمول لتر أميز بين الرمزي عنصري الهيليوم والهايدروجين الهيليوم H E والهايدروجين H ليش طبعا حكينا الهيليوم H E أخذنا أول حرفين عشان ما انخربت بين الهيليوم والهايدروجين والناتروجين والصوديوم برضو الناتروجين N والصوديوم N هذا مهم نحفظه طبعا أهمية استخدام رموز العناصر للعلماء تسهيل دراستها لأنه عددها بيكون كثير كبير فعشان تسهيل دراستها استخدمنا رموز العناصر اختر الإجابة الصحيحة رمز عنصر الماغنيسيوم شو حيكون M G رمز عنصر الماغنيسيوم M G رح نأخذ ال M مع ال G الحرف الثالث M G لهون يا خامس نكون أنهينا درسنا ويعطيكم ألف عافية